اللي تشوفوا المشهد الذاية بغض النظر علوها احمد سعد الفنان ولا مغني ولا كذا ميهمنيش فيه هنا متاع كباريات وحكايات وكل حد عنده ذوق ويتفرج في اللي يحبهو الحكاية اللي شفتها الهنا هي مثال مصغر من اللي حادث في تونس صرا هذي تلقاه في الكورة تلقاه في كل بلاس تشنو الفوضى العارم هذي تشنو الفوضى العارم تي الراجل غنى في بالك غنى دقيقة تقريب بالفين دولار ولا اي دقيقة بالفين دولار شنو هذي تشنو اللي جاي معنى ايه والدولة مسايبة هكاك انا مش نحكي كان عليه هو تونس رشالها العارك انتي يجيبوا في فنانين في مطاعم هنا طاولة بستة وبسبعة ملي الفلوس كيفش قاعدة تخرج في البلاد هذي تلقى البلاد هذي تحسب بالنهار بالنهار قد ايش عن داوم الاصعاب وهو السيد هذا لا اعتقد انه مختر هو هذا لا اعتقد انه مختر خطره بروفيسيوني موراه ناس اما هي هذي رئيسة لا هو يعرف شا يعمل هو يعرف شا يعمل كيفاش جا وكيفاش مشا ثم هالي طالعة تنشط هي في حفل لا ناس ما فهمتش فناني غني طالعة هي تنشط وهذي الساعة شنية اعلامية اه منشطة مسرحية شنو تخدم عنا شنو تعمل المرة دي وشنو العاركة هذي هي شخصية معروفة ايش بتاعي تلع تقدم حفل في حفل كمان هذا الطريق التقديم والمتريس الحقيقة سامح معنى كل حد تنجم انتي في كارتاج يجي قدم لا لا حاسي خليفة شون خلت انا مهمني شو تقدم ما تقدمش اختيار المهرجين مهرجين هو يختار لكن طريقة بتاع الببليك كانت صعبة ياسر الجمهور كانت نجم تصير مشكلة لانه الجمهور طريقة نفسها بتاع التقديم لم ترق له والجمهور تخلق برج والفنانة دي طول انا 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 هذي تنظيم المهرجانات في تونس من هنا كيما تنظيم عقود الملعبية البرة ثم بعد فقنا اللي جاء ملعب حتى نهار وخذها 6 مليارات من الدولة التونسية معناه الفلوس خارج من بوكسونترا يتحل التحقيق في الحكاية دي وهالبضروط هذا هذا انتصاب ثقافي فوضوي في البلاد هذا هذا انتصاب ثقافي فوضوي وبره سميه مهرجان التخيم ومهرجان الكشف حكاية فارغة وزارة الثقافة هوي البنك المركز هوي الناس الكل هوي معناه كل حد عامل نصبه متاع ثقافة واحد بشي يدبر الفلوس سيد العميد قل هالزاب المون هدو ما اللي فيهم دفع بالعمل الصعب ان المون فما التاريخيص مسبقة تخذ حتى في تحويل الاموال مش بشي يعطيه فلوس فيها فيش كارة فابتني هنا هي الاجراءات سهلة هايسكو فما التعاقد هايسكو التعاقد العقدة ذاية فيه كل بروتوكول كله شنودي مطلوب منه شنودي لي شنودي عليه وخاصة اجراءات الدفع الغضب الغضب اللي سار وبالنسبة للتواور والرستورون اللي تكون شين عندهم مروء ايطار خاص الغضب اللي سار وقت اللي هي حابت تتفاعل معاه ولا قصد عليه قالها اسكوتي انتي وانتي اسكت والكل فهذاك اللي خلى التشنج يصير علما وانه عرضت المطار استقبلته في المطار بالورد المديرة ومبعد عملها المعاملة هاي هو شوف سميح هو مش معقول اللي تقال من عنده هو وقت اللي قالها اسكت لكنك انتي فامة وضعيات ما تحطش رحوك فيهم باش تخليه هو يقوله كسكت ولا تكلم انتي اليوم جاك السيد خال تخلط عليه للوتيل تحب تعاركو ايش بش يجيب العرك ما عنده ما يجيب انا كنت نحبذ انهم يخلوه يتكلم ومن بعد امشي حاسبه بالعقد اللي بينك وبينه اذا انتي اخليت ببنود العقد متخليهوش هو كما عمل ونبيله قال هو شكي ما تخليهوش هو يشكي لا انتي تكون سباق ويتحمل مسؤوليته على حسب اللي تفهمت انتي وياه هذا اذا نحنا كاتبينه في عقد اذا مناش كاتبينه في عقد يقولك سامحني اخويا انا لاني مطالب اني نعمل لاني مطالب اني نجي نخرج نكلمك لاني مطالب انتي تخلط عليها للوتيل وتكلمني اخي خلط عليها للوتيل انت عش نوتي انتي تهجمت عليها اليوم يولي هو كينك انتي جيته جبت معنتها الناس وحبيتو تعاركوه ولوك هو ما حقوش يقول الكلامة ذاكة لكنك انتي ما حقيقش تحط روحك في السيئيسيون كيما كيك برا بي سامحني رو كل فنان يجي من البر بشي غني في تونس رو يزمي يكون عنده عقد وراو عندهم يخدموا معناه يعملوا العقد قبل حتى ما سامحني اذا اتفقنا في تاريخ فما عقد فما الدفع لولا فما جيان ما تعملش المراحل الاولية وكي هو اخل بالعقد متاع وكي ما قال احمد ما تمشيش تجري وراه للوتيل برا شكي بي هو ماء فما حاجة الحقيقة هم فضل يتظر هذي كان ديزكور في مينيس تنقولوا احنا مرأة تونسية وما حقوش يكلمها كيك فوريك زعم اذاك واحد يتولي لغة خشبية لكن المرأة تونسية زيادة ازي ما زيادة تحافظ لا فيانتها ولا هيبتها ولا ريشتها انتي عندك معاقة عقد اختي تمشي تشكي بي خادم خاضي اما انك تخلط عليها النزل لعلمك ما لا ادارة النزل تقلقت لانو انا ريت فيديو مدير النزل تعرفش يقوله ما عنا ناس راقدين يا ولدي مش وقته وفوضى في النزل وناس وقفة في الباب ومش تقولي دارة بو مدروب دقيقة قلت راه اللي نظمه اللي يكون مدير مهجين تكون عنده التجربة وعنده الخبرة والرسانة والخبرة دونك ويخليه معناه يطاول عليك يقول لك اسكت انتي كان يقول لك رجلك في الدهر اسكت وتعمله نهار الحكاية كيف هاو قال لك فاني المصري يا سمع المرأة التونسية كان يقول لها رجلها اسكت في الدهر نهار عني هو والله لا يقولها ما ما نخلطوش الغادي ما نوسلوش لا هاو قال لك فاني المصري خاطر ما حميد شروعك هو من غير منطيحه في الشعبوية ونحكيوله وعلى من عهد بورجيبة ومن عهد طهر الحداد هو حتى كان قال الراجل تونسي اسكت ما يشباهي الكلام لك لك عنا في تونس زادة وين تحط نفسك وين تسيبها انتي نورمال مو علاقتك بيه هذايا لا تيجي لي وراه لا يجي لي وراه هو أنا متأكد ما شفتش الكونتران تعمريك ويعرفش يا عم خاطر الراجل هذايا خدمت وعنده مستشاري قانوني ويكتفل ومرسح احنا زادة بكثرة بشبيش بالناس ويخليهم متعالين علينا زادة حتى احنا زادة عملوا كل كيف فنان تونسي يعملوا له هاك ما يعملولوش احنا زادة نبدو نتذلوا تقول سيد جانا عمل علينا مزي زادة هذي موجود زادة موجود او في التالي ما يربط مينك وبيل انسان هذا لا تحبني لا نحبك لا اسكت ثم عقد قانوني وانا متأكد ما شفتش العقد هو امور القانونية مريقل خاطر يتحرك في العالم كامل ونهار كامل ويعرفش يعمل وراه ايكيب كاملة قاعدة تقدم احنا نخدمه في الفوضى العارمة برا سمي مهرجان التخيم ولا مهرجان اللي تنشعارة في الناموسة وعملوا هكا ايطار وكلنا نعرف الجمعيات ونظم كذا واضرب من هنا واضرب من غادي هذه الحكاية من الفماشة وزارة الثقافة لا 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 وزارة الثقافة يلزمها تحل البحث في الحكاية هذي ونشوفو هالفلوس كيف سارت والكونترا كيف سار واضح نشوفو الكونترا كيفش سار وماذا بينا زادا الاغلاط هذي ما نعودوش نشوفوها على خطر كما قلت انتم تصويرت بلادنا في الميزان واليوم التصوير اللي خرجت اللي احنا فمناعرفوش النظمه معرجا وليو باندو جويه وعندو صارة في كرتاش 22 جويه وحسب مسمانة صباح مع هيفا بن عمرو اشرف البرهومي مديرة المهرجان قالت لي هي كانت الوسيط او هي اللي توسط وجبته الكرتاجة معناها مديرة مهرجان وليت وزاد اجاند اجاند المعارف الكرتاج معناها الاختر الاختر مش المعارف الاختر انا هي مديرة مهرجان وقالت توسط في جلب الفنانين او لا ايوه نمشيو نمشيو كويز ثم بش